نقل معالي الشيخ فواز بن محمد آل خليفة تحياتي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حافظه الله ورعه وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حافظه الله إلى فخامة الرئيس الدكتور مارسيلو ريبلو دوي سوزا رئيس الجمهورية البرتقالية وتمنياتهم لشعبها الصديق بمزيد من التقدم والرقي والازدهار جاء ذلك خلال مراسم تقديم معالي الشيخ فواز بن محمد آل خليفة أوراق اعتماده إلى فخامة الرئيس الدكتور مارسيلو ريبلو دوي سوزا كسفير لمملكة البحرين لدى الجمهورية البرتقالية والمقيم في لندن وقد كلف فخامة رئيس الجمهورية البرتقالية معالي السفير بنقل تحياته إلى عاهل البلاد المعظم وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مرحبا بمعالي الشيخ فواز بن محمد آل خليفة سفيرا لمملكة البحرين في بلاده معربا عن تطلع بلاده بتنمية العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والتنموية وترسيخها والمضي قدما في توطيدها لما فيها من خير وصالح كلا البلدين والشعبين الصديقين متمنيا لمعالي كل التوفيق والنجاح في مهمته الجديدة من جانبه أكد معالي السفير حرصة مملكة البحرين على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين بما يصهم في دعم أواصر الصداقة وتوطيدها في شتى المجالات ذات الاهتمام المشترك وبهذه المناسبة أقام معالي السفير حفل استقبال حضره سعادة السيد دوارتي باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي وعدد من نواب البرلمان البرتغالي وكبار مسؤولي وزارة الخارجية وعدد من السفراء والدبلوماسيين الخليجيين والعرب والأجانب المعتمدين لدى الجمهورية البرتغالية ترجمة نانسي قنقر